لارار أسستانت مهنة موجودة في السويد شو شروطها شو مهماتها شو المسموع شو الممنوع قدش الراتب لمين بتناسب شو الدراسة اللي بتأدي إلها حأحكي عن هالموضوع بعجالة في هذا الفيديو لارار أسستانت هي مهنة مساعد أو معاون مدرس أو مساعدة ومعاونة مدرسة لأنه غالباً بيكون بهالمهنة النساء والصبايا هل مهنة طارئة وناشئة نوعاً ما في السويد بسبب الحاجة الماسية للتخفيف عن المدرسين حتى يقدر المدرسين يرجزوا على التدريس وما يلتهوا بالمهمات الثانية اللي ممكن حداً تاني يقوم فيها اللي بهوها المرة لارار أسستانت بدون ما يكون عنده المؤاهلات العلمية الكاملة اللي بيطلبها التدريس لارار أسستانت المساعدة المدرسة أو مساعدة المدرس بتكون موجودة بالصف بتدير بالها على كثير من المسائل المتعلقة بالتحضير ومساندة العمل الدراسي داخل الصف وخارج الصف مثلاً على سبيل المثال تحضير بعض الأوراق متابعة الغياب والحضور تحضير المواد اللي بيدرس فيها من كتب من أدوات بيسلموها مجموعات صغيرة لتوقف على رأسهم تتابعهم كمان خارج الصف بتشارك في الملعب في زهاب إلى المطعم بتكون معهم مشاركة يعني تقريباً كل الأعمال الإدارية والتحضيرية والإشراف على مجموعات صغيرة من الطلاب ولكن بدون التدريس مهمة اللارة الأدستانت بتقريباً كل شيء إلا التدريس وهل مهنة بتناسب السيدات في متوسط العمر أو الصبايا اللي ما عندن رغبة في الدراسات الجامعية اللي يصيروا معلمات أو بنفس الوقت بيحبوا كتير العمل المدرسي ولكن ما عندن قدرة أو هنما بيرغبوا بتحمل المسئولية الكاملة متوسط تراتب المساعدة المدرس في السويد عام 2020 الإحصاءات اللي صارت آخر شي عام 2020 تقريباً 25 ألف كرون قبل اقتطاع الضريبة فيه ثلاث شغلات مهمة لازم نفكر فيها